ستقوني لقيت لكم اليوم ا vais أعطيكم واحد الوصفة اللي Brown you can help me now تعprob لخلي توصدومكم نتجينها وقته يكون شعركم كامل والو بيض هذا الوصفة اللي يؤدي اعطي كتغير اللون الو بيض لون البني الغامق يعني كتعطي واحد تقطيه كامل لشيب عنده واحد المفعول سحرى اللي اعاني من شcheب او لاي سيده ويبعد بحاجة شي Keem اعطي شي 해볼 حاجة اللي اتغمق لي هاللون ديال الشبي بترجعوه يعني طبيعي Trustees الوصفة هذي اللي غنعطيك انا متأكدة انكي غترجعي تشكرين عليها وغترحمو لي عليها الوالدين يعني وصفة ساهلة وبزيت زيسون والقشور ديال اللي بتعطيها غادي تنسوي عليها شي حاجة اسميتها الشيب شعاركم غادي رجع اللون دياله غامق اه اللي شافتك يعني غتتسوي لك على السر هذي الوصفة هذي من الوصفات المجربة واللي كتعطي وحل النتائج يعني فعالة ومضمونة مئة في المئة وباش ما نطورش عليكم في المقدمة غادي نبدو على بركة الله تشوفوا معي المكونات طريقة تحضير واهم من هاد شي كامل هو ان هاد الوصفة المكونات ديالها متوفرة عندكم في الدار يعني كاين عندك اختيار الوصفة را عندك في المطبخ ديالك يعني غتنضي دابة تحضريها وغتشوفي الشعر ديالك كيفاش غادي يولي يعني واحد لون اللي زوين بزاف يعني حتى اللي بغا تتخلص من الشيب يعني تطبغ الشيب وبغا يعني شي حاجة اللي ترجع لي هالشعر ديالها زوين في واحد اللمعة آآ تغير حتى لها كولور دياله هاد الوصفة هالي زوينة بزاف وغادي نبدو على بركة الله كيف ما كتشوفوا معي عندنا اول مكوين اللي هو البطاطس او للبطاطا هادي نستعمل بطاطا حمراء آآ فهي كتغير لنا اللون ديال الشعر الابيض يعني كتغير لنا الشيب كتغمق لنا آآ الشعر الابيض وكتعطينا واحد تغطية كاملة والقشور ديال البطاطا من اقوى المكونات اللي آآ كتغمق لنا اللون ديال الشيب يعني كتآ كتغير اللون ديال الشعر من الابيض الى البني الغامق آآ كيما كتشوفوا معي اخدين القشور ديال البطاطا غير البطاطا وحدها كتاخدوا القشور دياله كتديرون فوح الكاسرونة ولكن ما تنسوني شانزوين ديالي ما حد لايك لا فيديو بغايتكم كاملية خليوا لي البصمة ديالكم ديال لايك هكا باش الناس اللي محتاجي لهاد الوصفة توصل اللي هم يعني باللايكات ديالكم بتشجيعات ديالكم وخليوا لي ديالكم كذلك في التعليقات بخصوص يعني لابغتوا شي وصفة فمرحبا خليوا لي في التعليقات يعني اسفل الفيديو والناس اللي طلبوا مني وصفة ديال الزوائد الجلدية وديال التالون غادي نشاركها معكم ان شاء الله في القريب ان شاء الله هنا من بعد ما خدينا دوك المكونات خدينا البطاطا وضفت عليها آآ معلاقة كبيرة ديال آآ الشاي الاخضر او لا حبوب ديال اتاي وكنزيدوا عليهم واحد كمية ديال الماء تقريبا كاس كبير ديال الماء كنخليهم تيطبخوا حتى كيطلقوا لينا لكل لون ديالهم مزيان يعني كتخليهم واحد خمسة وعشرين دقيقة هنا في واحد زلافة اشنو غا نحتاجوا غادي نحتاجوا النيس كافي او قهوة سريعة سب دوابان ملعقة كبيرة وهنا الكمية كتبقى على حسب الشعر ديالك الى شعرك طويل وفيه شي بزاف وبغيتي تديري هاد الوصفة هادي يعني شعرك كامل غادي 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 ضعف الكيمياء ديال كل مكوين من هاد المكوينات اللي غادي شوفي معايا دابا غادي لواحد مسلا الى شعرك كتير وقويت ديني مثلا ثلاثة مع القبار ديال هادي القهوة سريعة دوابان او لانيس كافي او لثلاثة ديال صاشيات ومن بعد غادي ناخدو الكاكاو كما كتشوفوا معايا غادي نحتاجو تهو واحد ملعقة كبيرة وهنا بالنسبة للكاكاو احتى هو الى شعرك شعرك طويل احتى هو اولا قوي احتى هو غادي ضعف الكيمياء ديالو ميما راكم عارفين ان الوصفة هادي الكيمياء قليلة اللي غادي تشوفوا معايا دابا غير باش نوريكم الوصفة ولكن توما را غادي تستعملوها غادي تكتروا ميما خديت هنا يا الكاكاو وخديت القهوة سريعة الدوابان من بعد غادي ناخدو هذك القشور ديال اللي بتعطا مع الاتاي اللي طبخناهم كما كتشوفوا معايا كنتحصلوا على هاد الماء يعني بات الشكل هذا كما كتشوفوا معايا تيتغير ليه اللون ديالو من بعد غادي نبدو تنصفيو هذك الماء وكندفوه شوي بشوي على حسب الخالات يعني حسب مكونات وكنبدو احتى اه كندو كنخلطو كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا كنخلطوه مزيان هاد المكونات من بعد ما تنخلطو هاد المكونات وتيتخلطوه لنا مزيان غادي نحتاجو هنا يا واحد المكوين اللي هو الكوركم الكوركم يكون طبيعي يكون مطحون ممتاز بالزاف خصوصا اللي باغا اللون ديال شعر دياله كامل يعني يتغير تحصل لوحة صبغة طبيعية آآ الكوركم زويل بزاف غادي ناخدو منو احتوى واحد لملعقة كبيرة بهذا الشكل هاد وغادي نخلطو هاد المكونات مزيان احتين دام جونينا طريقة سهلة وبسيطة وغير يعني ما ما غديش تاخد ليكم واقس طويل راف نص ساعة تحضروها من بعد ما خلط هاد المكونات غادي ناخدو هنا يا ارقزو معايا مزيان اللي كتبغي تدير الحنة بحال دول العيالات يعني الكبار اللي بتيبغوا يديروا الحنة الشعرهم يعني كتوافقهم كتعجبهم الحنة يعني كيستعملوها مش بحال البنات ولا اللي ما زال يعني في الثلاثين ما كتبغيش تدير الحنة ولا كتبغ مرة مرة شعرها الحنة ما كتخليهاش انها تتبغ شعرها فممكن يعني تستغنوا عن الحنة البديل دياله اشنا هو هو اوراق الصدر مطحون اوراق الصدر ممتازين بزاف للشعر راكم عارفين الفوائد ديالهم انتو ماليكم الختيار يعني اما تديروا الحنة اللي كتكون طحون على اليد او لا تديروا اوراق الصدر مطحون عارتي تباعوا اوراق الصدر كيتباعوا عند العطار يلا بغيشوهم حتى مطحونين عارتي تباعوا آآ درت هنا يا واحد ملعقة ونص كبيرة ديالاوراق الصدر مطحون وكننخلط مزيان حتى كيولي ليا الخالط على شكل كريم كما كتشوفوا معيبات شكل هذا ومن طبيعة الحال الكيميار على حساب الطول والكتفة ديال الشعر انا هنا كنوريكم غير الطريقة انتو مغضاع في الكمية ديال المكونات اما بالنسبة الماء اللي غد تبدو كتصفيوه وكتضيفوه على المكونات على حسب الخالط ديال المكونات غديروا من نموح الكيمية مثل ثلاثة اللي بعرق كبار من كل مكون اما بالنسبة لهذاك الماء ديال اللي بتعطاوه الاتاي هذك غد يتبقى وغير كتخلطوه بي يعني على حسب الخالط وتحصلوا على واحد القوانبات الشكل هذا ديال الخلطة هذه ومن بعد من بعد ما كتخلطوه هذو مزيان غني نحتاجو الزيت يعني اما زيت الزيتون او لا زيت اللوز زيت الافوكا يعني اي زيت ممكن تستعمليه هنايا سواء زيوت اللي كتطول الشعار اللي كتحافظ على الشعار بحل زيت الخرواع او لا زيت البودور ديال البصل او لا زيت الحبة السوداء يعني اي زيت عندك غد ضيفيه هنايا زيوت ممتازة بزاف للشعر انا ندر صغير زيت الزيتون كما كتشوفو معايا وكتخلطوه مزيان هذو الخلطة كما كتشوفو معايا ومن بعد كتابليكيوها على الشعر ديالكم المدة اراها على حسب يعني على حسب يعني تخليوها حسن استديل السويع ديالها في الصباح وتغسلها في العشية هكا باش تعطيك واحد نتيجة لمضمونة مئة في المئة اه ماشي تخليوها غير الساعة خاصتكم تخليوها واحد الوقت اللي كافي يعني كست ساعات على الاقل لان هالي سبغة طبيعية كتبغي شوية الوقت ماشي سبغة كيماوية يعني كتديرها في واحد الوقت اللي قصير وكتحيي ديالها هاد الوصفة غتبقى تديره جمالات في الاسبوع ارا كتغطي الشيب وكتغمق اللون غير يعني المداومة ثم المداومة لان المداومة هي كتخلي اي حاجة كتعطين مفعول ديالها وكتبان النتيجة ديالها كيما كتشوفوا معي هادا هو الخالط كيما قلت لكم تتطبقوا على الشعر ومن بعد ما تتطبقوا دروري تدير واحد البلاستيك غذائي على الشعر ديالكم وكتخليو ديك المدة حتى يعني تدوزو حسن ديال سوية اه هنا من بعد ما غاديت اه هاتستعملوا هاد الوصفة هادي مهم اللي بغيت نقول لكم اللي عندها خل تفاحة البنات غتدير معي القاة صغيرة انا صراحة تقادلية يعني يلا هتقادلية مزال ما مزال ما شريتوش انتو ما قد ضيفوا ملعاقة اه واحد ملعاقة كبيرة ديال خل تفاح راح تزوين في هاد الوصفة لانه كيكتبت لنا اللون ديالها تصبغى على الشعر وحتى هو مزيان يمكن يخليش القشرة ممكن يخليش بزد ديال المشاكل اه تستعملو يعني في هاد الوصفة هادي راح تزوين بزد منبعد شنو غدين اه نديرو منبعد غدين تشوفوا معي ذاك اه الماء ديال اه ديالbir التالي والقشور ديال البطاطا شنو غدين تديرو بهم هادو غدaczego خدين في واحد البخاخ كيف ما غدين تشوفوا معي ذاما في الفيديو ما غدين تشوفوا معي كيفاش هتخد واحد البخاخ وغا تبدوا يميينك تستعمله حتى هو شعر ديالكم البخاخ حتى هو زوين علاش لانه هذك البخاخ تخلي ان الشعار تيطوالين بسرعة وكتديرو في اي وقت يعني بغيتو كترشو على الجلدة ديالاتكم وكتغسلو من بعد واحد يومين هكاعد باش كتغسلو بالنسبة لهاد الوصفة اللي ولا ليشو معايا كتديروها واحد ججمرات في السيمانة يعني ججمرات في الأسبوع اما بالنسبة لهاد المهيدة اللي بقالية درتوه هنا في هذا الكاس فايتو وغناخدوا واحد بخاخ غادي نملؤوه وصافي كتديرو في تلاجة كتبقاو كترشو على الشعر ديالكم يوميا كترشي صباح او العشية وضروري كتديري واحد تدليك هاد الوصفة او لهاد طريقة هالي زوينة بزاف كتطول الشعر وكذلك يعني كتغمق لنا من لون ديال الشاي وهادو هم الوصفات كيف ما كتشوفو معايا ساهلين بساطين يعني شي حاجة اللي غادي ان شاء الله تجربوها وغادي تباريكم واحد نتيجة نتيجة لي زوينة بزاف وهاد شركين عندكم شي تساؤل استفسار خليبين في التعليقات شاء الله نجوكم صلى الله لي قرأتكم بزاف زاف وفي امان الله اشتركوا في القناة